اشتركوا في القناة ومعننا الضيف الكريم جناب القمص زكريا بطرس أهلا بكم أهلا وسهلا ذكرنا أعزائي في الحلقة السابقة أشياء قد تكون مجرحة ومؤلمة للسماع وفي هذه الحلقة نذكر أشياء تختلف من بعض المشاهدين أعزائي هذه رسالة من الأخ مجدي يقول فيها إلى محبي الرب وخدام الكلمة بأمانة أكتب إليكم وأود أن أقول لكم بأني كنت من قبل معتقد بأني كنت أعرف الله ولكن عندما بدأت أرى ذلك العمل العظيم في قناة الحياة وهو برنامج بوجه خاص أفواً وجدت أني أعبد الرب شفتي فقط أما قلبي فهو حقيقة بعيداً عنه ولكن بدأت وكأني طفل يبدأ حياته كما قال أحد الإخوة في هذا العمل الروحي وهو أنا وبيتي أعترف أمام الله بأني خاطئ وأشكره على تهيئته للظروف بأني أرى هذا العمل الروحي الذي بدأت معه بالرغم من عمري هذا وعندنا رسالة أخرى أيضاً من الأخ أحمد يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد المحترم القمص سكرية بطرس أنا سعيد جداً بك وبهذا المرنامج جداً جداً وأشكر فيك شجاعتك الأدبية وتبسيط أسلوبك في شرح بعض الملابسات وتصحيح بعض المفاهيم وأنا بصراحة استفدت من كلام حضرتك أشكر الله رب العميبك أيضاً رسالة أخيرة هذه الرسالة من الجزائر من الأخ اسمه السوفي إلى المدير والساهرين على بنامج الحياة أرفع قلمي وأكتب إلى قناة الحياة وعبر الأثير وهواء النقي أرسلكم وأقول قد عاد الأمل ببروز مثل هذه القناة ليحيى الجميع أنا من البربر القبائل وأرجو الحصول على تلك السلسلة وأنا شاكر لكم هذا المعروف شكراً لله شكراً لله الذي لا يترك نفسه بلا شاهد ده ده الخطوات اللي بتوصلنا دعينا للي ما بيبعتوش نعم ذكرنا حالتك ذكرت في الحلقة السابقة اسم الشيخ خليل عبد الكريم وأنا تسألت والمشاهدين يتسألوا من هو الشيخ عبد الكريم وما هو هذا الكتاب الذي تكلمت عنه هل هو موجود في هذا الوقت أم شيء قديم لا موجود يعني قلت إن الشيخ عبد الكريم توفى من خمس سنين أو سنتين فكتبه موجودة ومنتشرة لكن الكتاب اللي معنا الجديد اللي أنا هو دكتور سيد قمني بتاع الأسطورة والتراث والكلام اللي احنا قلناه موجود صفحة مية وستين نعم وصفحة مية اتنين وستين ده الاقتباسات اللي أنا أخدتها نعم تقص عجيب آخر هو الاحتكاك بالحجر لسويت وإلى آخره الكلام اللي احنا قلناه نعم اللي زعل حضرتك يعني وتقص جنسية تفشت تفشيا عظيما وهذا الكتاب متداول في الأسواق الآن موجود وممكن المشاهدين يحصل عليه السيد القمني ده أستاذ جمعة دكتور سيد يعني رجل عقله كبير وعلماني وهو بيتكلم كلمة الحق لا أكثر ولا أقل نعم شكرا تعرضت في الحلقة السابقة لموضوع الحجر الأسود فالآن نريد أن تصلت الضوء لو سمع على هذا الحجر المقدس هذا الحجر أو هل هو حجر مقدس أو ليس مقدس مقدس بالنسبة لقول المسلمين طبعا ده لغتهم واللي تكتب عن الحجر الأسود عشان نتعرف عليه في موقع الأزهر على الإنترنت على الإنترنت باب مفاهيم إسلامية بيقولوا أن الحجر الأسود ده حجر بيضي لونه أسود ضرب للحمراء وبه نقط حمراء طوله تلاتين سنتي وعرضه عشرة سنتي بس كل الحجر الأسود كده زي المسطر يقع في حائط الكعبة في الركن الجنوبي الشرقي وللحجر الأسود كساء وأحزمة في الضية إلى آخره نعمل له هلمة كده في الكعبة ترى من أين جاء هذا الحجر؟ فيما يعني أقاويل كثيرة في الحقيقة الترمزي في سنن الترمزي باب الحج حديث 886 يقول حدثنا قطيبة عن ابن عباس قال رسول الله نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن ويذكر موقع الأزهر على الإنترنت اللي أنا قلت عنه دلوقتي يقول أن هناك روايات غير مؤكدة تقول أن جبريل عليه السلام نزل به من السماء أو أن هذا الحجر مما كشف عنه طفان نوح ويقول أن إبراهيم عليه السلام وضعه في هذا المكان علامة لبدء التواف وللبعض الآخر تحليل علمي للحجر الأسود وأمثاله بيقولوا أن ده من النيازك اللي بتنزل وبتحترق قبل ما توصل إلى الأرض نيازك حجري والجزيرة العربية مليانة بهذه الحجارة اللي بيجادوها ويقولوا آه ده نازل من السماء خصوصا لما بينزل بينزل ببريق لما بيحترق فبيعتبروه حاجة جهية من السماء من الجنة يعني وبيقدسوه لأنه ظاهرة غريبة كل الكعبات فيها حجارة نيازك من هذا الشكل وأيضا كعبة ملكة هل أفهم أنك تقول هناك أكثر من كعبة واحدة تقول كعبات في وقت الجهلية التاريخي أقول هذا طبعا وأنت تقول أن هذا الحجر لم ينزل من السماء أنا بقول لك هما بيقولوا إيه والتحليل العلمي لبعض الكاتبين عن هذا الأمر بيقولوا إيه لكن أنا لا أبدي رأيي في هذه الأمور كما تعلم يقينا أنا بس بطرح بشت بدرس الموضوع من الوجهتين ده بيقول كده وده بيقول كده وإنت يا مشاهد رأيك إيه بس ده اللي أنا بأعمله يعني أنا بطرح الموضوع من جميع الجوانب لدي سؤال آخر أتفضل هل هذا الحجر مقدس كان مقدس في الجهلية آه ده سؤال مهمة برا بالتأكيد كان هذا الحجر مقدس في الجهلية لدرجة أن الكعبة استمدت تقدسها من هذا الحجر كما يذكر في كتاب في طريق الميثيولوجيا عند العرب لمؤلفه محمود سليم الحوت صفحة 59 بيقول إيه كانت الكعبة المكية إطارا لحجر أسود كما كانت باقي الكعبات أهو جالك الكلام باقي الكعبات تتسم بذات السماء فهي أطر لأحجار سود وسميت هذه الكعبات بيوت الله لأن كل بيت منها فيه حجر من بيت الإله الذي في السماء ما بيقع كده بيعتبروه جاي من فوق من السماء وأضاف أحد الباحثين قائلا هذا التقديس ناتج عن غرابة شكل الحجر لكونه قادما من عالم غيبي مجهول كمقزوف ناري كذلك الحجر النيزكي ربما كان أكثر جلالا لكونه كان يصل الأرض وسط مظاهرة احتفالية سماوية وعشان كده حسبوه ساقطة من عرش الله وهذا عين ما أكدته الموسوعة العربية الميسرة الضخمة دي صفحة 1097 يقول الشهاب هو قطعة صغيرة صلبة من المادة الكونية تدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة كبيرة فتحترق بسبب الاحتكاك الشديد وتبدو خطاً لامعاً يومد لحظة ويبقى أثره بعض ثوانين وتصل منها أجزاء إلى الأرض وتسمى نيازك ولهذا كان تقديس البدو لهذا الحجر المعجزة هذا هو السر في تقديس الجاهلية لكن ما هو السر في تقديس الإسلام لهذا الحجر ده موضوع نعم هل كان هناك تقوس لتقديس الحجر الأسفل في الجاهلية أيضاً؟ تقوس معينة يعني؟ بالتأكيد لأن ده كان مكان عدد عبادتهم في دائرة المعارف الإسلامية جزء 22 وصفحة 69660 69660 بيتكلم ويقول فهو يرجع إلى عصور قديمة جداً وكان له شأن عظيم في الشعائر الدينية عند العرب القدماء وفي مكة كان يطاف حول الكعبة التي فيها الحجر الأسود الذي كان مقدساً منذ قديم الزمان يعني قبل الإسلام قبل الإسلام نعم وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضح شعائر دينه وجعل الكعبة مركز هذه الشعائر ده مين اللي بيقولك كلام ده؟ دائرة المعارف الإسلامية هي اللي بتقول إن وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه ماذا عن الطوافان؟ موضوع الطوافان الطواف الطواف بالأحلى الحجر الأسود هذا نحن كان ما قبل الكعبة حول الحجر نعم الحجر في الكعبة فكانوا بلطوف حولين الحجر وحولين الكعبة يعني يجدوا بنا أن نلقي الضوء أيضاً على طقوس أخرى غريبة كانت تمارس في الجاهلية كأسلوب تقديس لهذا الحجر الأسود جاء فيه طريق الميثيولوجيا عند العرب للكاتب محمود الحوت صفحة 123 أن من طقوس الحج الجاهلي طقس عجيب مثير وهو أنهم كانوا يطوفون حول البيت الإلهي له هالكعبة ذكوراً وأناثاً عراتاً تماماً ويعلق على ذلك أحد العلماء في كتاب الأساطير في القرآن صفحة 16-17 قائلاً ما الداعي لهذا العري إن لم يكن بغرض يستحق العري ويؤكد ما وصل إليه بقوله وهذه حقيقة أخرى نضيفها لرصيد احتمال وجود عبادة جنسية في البيت الإلهي المكي في عهوده القديمة ما قبل الإسلام ما قبل الإسلام ومن تلك التقوص ما يسير الاندهاش ففي كتاب أبو الأنبياء إبراهيم الخليل تأليف محمد حسني عبد الحميد نشر دار السعادة القاهرة صفحة 92 يقول إن الحجر الأسود كان أبيض لكنه سود من الكلمة اللي أنت مش عجباك لكن لازم تتقال من مس الحيض في الجاهلية وجاء تعليقا على هذه الرواية الإسلامية في كتاب الأسطورة في القرآن اللي احنا لسه كنا نتكلم عنه دلوقتي أي أنه كان هناك طقس لدى الجاهليين تؤديه النساء في الحجر وهو مس الحجر الأسود بدماء الحيض ودماء الحيض بالذات أخي بل حتك يقول لك وقد كان دم الحيض عند المرأة في اعتقاد الأقدمين هو سر الميلاد فمن المرأة الدم ومن الرجل المني ومن الإله الروح إنهم شوف بل حتكاني يماثلون الفعل الأول الذي قام به إله القمر عندما جامع إلهة الشمس إلهة الشمس والقمر كان اسمه إله والمدام بتاعته اسمها إلهات إله مثل الله إله زي الله إله وإلهات فكانوا بيقولوا أنهم جوزوا الأمر جوزوا الشمس فهم كمان بيعملوا الاحتفال أنهم يجوزوا مراخرين زي الأمر والشمس هو الاحتفال بالإيه؟ بالذكرى وجاء في كتاب الملل والنحل لقابل قاسم الشهرستاني صفحة 247 طقس كان يمارس وهو الاحتكاك بالحجر أنا بأكد الحقيقة من مراجع كتير وقد قلنا في حلقة سابقة أن كلمة حج مأخوذة من كلمة حك الاحتكاك مع الأخذ في الاعتبار هيئة الحجر السود وشكله ده كتاب الأسطورة في القرآن صفحة 17 و19 نكتفي بهذا القدر ليسوا أهل آخر هل كان محمد يقدس الحجر الأسود؟ بالتأكيد بالتأكيد احتفظ محمد بتقسي الطواف والدوران حول الكعبة وحول الحجر الأسود كما كان في الجاهلية تماما زي ما قررنا دلوقتي من دائرة المعارف الإسلامية يقول كان للطواف شأن عظيم في الشعائر الدينية عند العرب القدماء وفي مكة كان يطاف حول الكعبة التي فيها الحجر الأسود الذي كان مقدسا منذ قديم زمان وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه وجعل الكعبة مركز هذه الشعائر ونستطيع أن نستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعيرة ما كانت عليه عادة الوثنيين الحتة دي قوية جدا قوية جدا جدا واخد بالك من معناها عارف بتقول ايه نعم تفضل نستطيع أن نستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعيرة ما كانت عليه عادة الوثنيين يعني كأنهم عايشين زي الوثنيين دائرة المعارف الإسلامية خد بالك كان محمد يقبل الحجر علامة على تقديسه له بيقبله الكلام ده موجود في السنن البيهقي كتاب الحج حديث تسعة تلف خمسمية وثلاثة يقول أخبرنا أبو محمد عن ابن عباس قال كان رسول الله إذا استلم الركن أو الحجر الأسود قبله ووضع خد الأيمن عليه هو ما كانش عارف هو بيتعمل بيه ما تصيبه خلت بالحضرتك يعني تأملاي كده في النص وكان الرسول يدور حول الحجر سبع لفات ثلاثا منها قافزا كالزباء ينط كلا وأربع لفات ماشيا في احترام للحجر من قال هذا كلام؟ مسند أحمد مسند عبدالله بن العباس حديث 2835 يقول أقبل رسول الله حتى دخل المسجد فاستلم الركن ثم مش إلى الركن الأسود فقالت قريش ما يرضون بالمشي إنهم لا يقفزون مثل الزباء ففعل ذلك ثلاثا ترى ماذا كان موقف الخلفاء أو بالذات الخليفة عمر بن الخطاب من الحجر الأسود؟ هذا كان موقف غريب عمر بن الخطاب ده يذكر في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب اعترض على تقبيل محمد للحجر في صحيح البخاري باب الحج خمسين حديث رقم 1597 عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبله ما قبلتك يلا الراجل يقول الحجر لا يضر ولا ينفع بس عشي خطر الدنيا ما تقومش عليه رأى بص يقول لك كمان واعترض أيضا عمر على قفز محمد حول الحجر وقال كده نحن فعلنا ذلك رياء لنرضي المشركين لما كنا في صحيح البخاري باب الحج سبعة وخمسين حديث 1605 حاجات خطيرة يا عزيز الفاضل يقول لك أخبرنا زيدة بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن قال للحجر إسود إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي استلمك ما استلمتك ثم قال ما لنا وللقفز إنما كنا رائين به المشركين كنا بنرأي المشركين يعني بنرضيهم وقد أهلكهم الله ثم قال ما عليش شيء صنعه النبي فلا نحب أن نتركه حاجات عايز الناس تفكر بعقل في هذه الأمور ألا يستحق هذا الكلام التفكير العميق نعم أنت قلت ما ذكر عن الآخرين لكن أريد أن أسألك الآن ما هو رأيك أنت في هذا الكلام وأنا أقول لك أنت أنني لا أبدي رأيي في أي الأمور ولكني أطرح تساؤلات صح؟ صحيح لماذا يقدس محمد الحجر الأسود؟ ده سؤال هل يوجد سبب مقدس واحد على ذلك؟ عرفنا الجاهلية بيقدسه ليه؟ لكن محمد بيقدسه ليه؟ وإن كان محمد قد أكرم الحجر رياءاً ليربح المشركين بحسب قول عمر بن الخطاب فهل هذا الأمر يليق بنبي أن يشارك المشركين يشارك المشركين في إكرام وعبادة أصنامهم؟ ده سؤال يتحط عليه ستمائة علامة استفهام وماذا نحن بعد قول عمر بن الخطاب؟ والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ها؟ بعدها إيه؟ يقول محمد في أحد حديثه أن الحجر الأسود هبط من السماء والقرآن يقول أن الحجارة التي هبطت من السماء كانت للعقاب مش دي سورة الأنفال وصورة هود وصورة الحجر وصورة الزريات وصورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيراً أبابيل؟ ترميهم بحجارة من سجيل يعني الحجارة من الشطار ورمي طب ليه بتقدس؟ بمشكلة علامات استفهام علامات يا أحبائي فكروا فكروا ربنا بتناع نفكر بيه حط الحاجات دي كلها ودرسوها وتفحصوها واسألوا فيها ويريد تقولولنا على النتيجة نكون صعداء جداً في الواقع شيء محزن أن الحجر الأسود يصير كتمثال وفي الكتاب مقدس يصين الله أن لا تصنع لكم تمثالاً نزبط كآلهة يعني صحيح جاءنا اعتراض هو مقال منشور بجريدة الأهرام بتاريخ 15 آب أو أوغسطس بهذا العام 2004 بموضوع لماذا نقبل الحجر الأسود بقلم دكتور أحمد شوقي إبراهيم رئيس مجلس إدارة المجمع العلمي لبحث القرآن والسنة أنا وصلني هذا المقال وصلني هذا المقال من الدكتور أحمد شوقي إبراهيم نعم بيقول إيه بقى أحمد شوقي في المقال بتاعه أننا نفعل ذلك ليس كتقوس وسنية نعم تسمح أننا نفعل ذلك ليس كتقوس وسنية لكن كمظهر انصياع لأمر الله تعالى نعم هل يظن سعادة الدكتور كاتب المقال أن الله تعالى يأمر بأمور يمارسها الوسنية ما في شيء يأمر في القرآن بهذا الأمر وقدسوها الأمر يحتاج إلى وقفة حازمة نعم نعم نعتقد هذا هل هو ده أمر من الله وزي حضرتك ما بتقول نعم أين هو الأمر تقبله الحجر ده أسوة بس بالنبي يقول إيه ده أمر الله لا أنا شايف أنه اتفاق بين الرسول وبين مكة أنهم يبقوا على الحج بمراسيمه فأبقى عليه حتى تقبيل الحجر يقول الكاتب رجم الجمرات في الأماكن التي حاول إبليس أن يرد النبي إبراهيم عن دبح ابنيه فنحن نرجم تعبيرا له هو إبليس جيكسد مدى عشان خاطر يترجم لا ده بقى الحاجة جميلة أوي مش معقول الراجل ده يقول لك كان لهذا الحجر وهو في السماء كان لهذا الحجر اسمعوا يا أحباي اسمعوا كلام اللطيف ده عشان تشوف ده دكتور وللقرن الحادي والعشرين يقول لك كان لهذا الحجر عينان وفن وشفدان وقال الله له افتح فاق وأمر الملائكة أن يلقموه ذلك الرق إيه الرق ده بقى من أين هذا الكلام بيقول لك بيقول لك حدث إن بيرتبط هذا الكلام بعم الزر بالذر الزرات يعني بيقول لك إن جاب آدم ربنا وجه ما طلع من ظهره جميع نسله اللي حيتخلق كله وبعدين قال لهم ها قالست أنا إلهكم قالوا له نعم إله قال طيب تعهدوا بهذا واشهدوا على ذلك ولما شاهدوا على ذلك خد الورق اللي هما شاهدوا عليه وجيه حطه خلى الملكة تحطه في فم إيه الحجر واجاب الأنبياء واخد عليهم مساء واخد المساء بتاع الأنبياء وحطه برضه في إيه في الحجر هو الحجر ده حي ولا ما يفكر يكونش حي وبيأكل حاجة من ورانا في الكعبة ولا إيه الموضوع يعني بالظفت هل دك الضحك على الدقون حجر كان له بفم وعنان وشفايف ووكلوه المواثيق ولسه محفوظه في بطنه حاجة غريبة صحيحة أوجه كلامي إلى كل من يسأل عن حجر دقيقة الحجر الأسود هل اقتنعت بهذا المنطق بتاع الدكتور شوئي إبراهيم الذي هو أقرب إلى الأساطير منه إلى الكلام المنطقي الذي يليق بمقدسات إلهية فان عيون الحجر اللي راحوا شافوه انت أبني مش رحت الحج نعم مش شفت الحجر محطوط نعم شفت له عنين ولا شفت له فم ولا شفت له لسان نعم مش كده ألم تقرأ يا فضل فضيلة الدكتور ما جاء في دائرة المعارف الإسلامية الجزء 22 وصفحة 6961 التي تقول قد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه وجعل الكعبة مركز هذه الشعائر ثم تختتم وتقول نستطيع أن نستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعيرة ما كانت عليه عادة الوسانيين مش كلام من عند ربنا هذه تساؤلات نطرحها يذهبون كل عام بالملايين يطوفون ويقبلون ويسجدون لحجر ويقولوا آل الأصنام محمد شال الأصنام وما شلش الحجر دا ليه عبادة صنامية وأنا أذكر أن نوالي السعداوي تكلمت في هذا الموضوع ودكتور السيد القن وكثيرون تتكلموا على هذا الموضوع وطلعوهم كفرة على شخاطب بيقولوا الحقيقة طب والحد أمت التعمية حاجات غريبة أسئلة بنطرحها على ساحة البحث لدينا سؤال أخير يقول أنا من خلفية غير مسيحية وأشكر الله الذي أشرق بنوره في قلبي ومتعني بالحياة معه ولكن حيث أني تربيت في تربية غير مسيحية على محبة الذات فإني أجد صعوبة في الاتباط بالآخرين وتكوين علاقة حبية خالصة من كل غرض معهم فما هي نصيحتك؟ نصحت أنه يطلب من ربنا روح الحب ينسكف في قلبه لأن الكتاب يقول إن لم تكن تحب أخاك الذي تراه كيف تحب الله الذي تراه والمحبة دي فوق طقت البشر فنقول له أرب من فضلك قل له عزيزي من فضلك يا رب إملاني بروح حبك عشان خاضر أحب الناس جميعا آمين شكرا آمين لقد أدركنا الوقت أعزائي ولا يسعني إلا أن أختم هذا البرنامج بكلمات الكتاب مقدس التي تقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب أو محبة الله لأن كل ما في العالم وشهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم معيشة ليس من الله بل من العالم والعالم يمضي وشهوته وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت الأبد أعزائي لقد زرت الكعبة وركعت هناك ورفعت قلبي ورأسي وفكري إلى الله وطلبته وقلت له يا رب أنت الحق وأنا أريد أن أعرفك وعرفت الله الحقيقي ولم أعبد صنم أو حجارة ارفع قلبك معي الله واسأله أن يريك الحق شكرا وعلى اللقاء في حرقة أخرى شكرا شكرا شكرا